72, page 72, 72 لنقوم بحل التمارين التالية question number one, السؤال رقم واحد look and match. في هذا السؤال يطلب مننا أن نقوم بإيصال الصور التالية إلى الكلمات التالية match between the pictures and the words كما هو موجود في المثال رقم واحد example number one, arm look at picture number a ننظر إلى الصورة رقم a ما هذه الصورة؟ هل هي ear, eye, leg, tail, foot الكلمة المناسبة لها وهي leg ننتقل لصورة ب they ما هي الكلمة المناسبة لها؟ ear, eye, tail, foot tail tail رقم three number three eye, ear عفاً, ear eye, foot إنها عين eye 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 سورة الرابعة أذن ما معنى أذن؟ ear, foot إنها ear أذن والصورة الخامسة وهي قدم ما معنى قدم؟ إنها foot فنقوم بإصالها وهكذا ينتهي السؤال الأول بإصال الصورة الصحيحة إلى الكلمة الصحيحة ونرجو من أولياء الأمور مساعدة الطلاب في حل هذا السؤال question number two سؤال رقم اثنين look, read and tick نضع tick صح أمام الإجابة الصحيحة بما يتناسب الصورة كما هو محلول في رقم one number one ننظر إلى الأذنان هل الأذنان big or small؟ هل هي كبيرة أم صغيرة؟ كبيرة وهي محلولة بوضعتك أمام الكلمة الصحيحة ننتقل إلى رقم two tail tail هل الضيل long or short؟ هل هو طويل أم قصير؟ إنه long نضع صح أمام الإجابة الصحيحة number three رقم ثلاثة legs ننظر إلى القدم الأقدام long or short they are short they are short نضع صح أمام كلمة short number four eyes what are they؟ they are big or small هل هما كبيرتان أم صغيرتان؟ they are small they are small ونضع صح أمام كلمة small وبهذا السؤال وبهذه الإجابة نكون قد أنهينا أداء الواجب الموجود في صفحة 72-72 أعزائي أولياء الأمور الكرام نرجو منكم أن لا تنسوا بأن يقوم الطالب بأداء الواجبات المطلوبة منهم نسخ الكلمات الموجودة في صفحة 85-85 كل كلمة ثلاث مرات ثم يقوم الطالب بكتابة المعاني الموجودة في صفحة 85 بهذه الطريقة وأخيرا نشكر لكم حسن متابعتكم ونرجو منكم متابعتنا غدا في درسنا القادم إن شاء الله السلام عليكم